السلام عليكم أعزائي كيف حالكم؟ رجعت لكم اليوم بوصفة سهلة وحلوة وسريعة وما بتاخد وقت هي وصفة كرات اللوتس كرات اللوتس وصفة مكوناتها بسيطة بتقدر تتحكموا بمقاديرها وكتير سهلة بس قبل ما نبلش بالمكونات بتمنى منكم انكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لي لايك وشير للفيديو بعد إذنكم طبعا ونبلش بالمقادير رح نحتاج لبسكوت دايجستف أو بسكوت شاي عادي إذا مش متوفر دايجستف بس صراحة دايجستف أسكى رح نحتاج كمان بسكوت لوتس أشطة وزبدة اللوتس وحليب مكثف محلة طبعا متل ما قلت لكم انه بهالوصفة بتقدر تتحكمه بالمقادير لكن أنا حاكتب لكم قدي استخدمت بهالوصفة إن شاء الله وإحنا عم نعمل فيها ورح أكتب لكم إياهم بسندوق الوصف بالفيديو إن شاء الله نبدأ بوصفتنا مع بعض أول شي طحنت كوب من بسكوت الديجستف وكوب من بسكوت اللوتس وطحنت على جنب كمان شوي لتغطية كرة اللوتس تقريبا استخدمت 15 حبة لوتوس ونص بكات الديجستف منضيف عليهم معلقتين من زبدة اللوتوس ومعلقتين كبار أشطة ومعلقة من الحليب المكثف المحلة وتقدروا تستغنوا عنه إذا ما كانوا توفر ومنخلطهم مع بعض كتير منيح لا تتكون معنا عجينة متماسكة بنقدر نشكلها بإيدينا طبعا بتعجنوها بالمعلقة أو بإيدكم هو الإيد بيكون كتير أحسن ومثل ما عم بتشوفوا بالفيديو ونضل نحرك فيها بهالطريقة لنوصل لقوام متماسك سهل التشكيل وإذا حستوها طرية كتير ممكن نضيفوا عليها كمان بسكوت وإذا حستوها جامدة بتضيفوا عليها أشطة بس أنا هيك كانت كتير منيحة وهيك صار قوامها بعد ما عجلناها منشكلها على شكل كرات بتقدروا تتحكموا بحجم الكرات إذا بدكم إياها كبيرة أو صغيرة هون أنا عملتها بحجم صغير ومنغطيها ببسكوت اللوتوس المطحون بهالطريقة رح أعمل معكم حبة تانية وبعد ما نخلص الكمية منحطها بالتلاجة تتماسك شوي بعدين منطلحها ومنزينها بزبدة اللوتوس رح أكمل الباقي لحالي طبعا وفرجيكم الصحنة النهائي بهالشكل أنا هون دوبت زبدة اللوتوس بالمايكرويف وزينتها بهالطريقة وزينتها كمان بالورد وبس هيك خلصت وصفتنا بتمنى تكون عجبتكم طبعا طريقة ولا أسهل وإذا جاكم ضيوف على السريع ممكن تعملوها وبتمنى منكم تعملوا لي لايك وشير للفيديو إذا عجبكم وما تنسوني من التعليقات وسحتان وعافية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة